سؤال جالي كده هو انا كتر الزن ده غلط في البيع لأ مش كتر الزن غلط بس حاول دايما لما تروح للعميل او الكاستمر انت لما تيجي تتكلم معاه لازم تبقى انت عارف هتقوله ايه ما تبقاش رايح حافظ سكريبت او حافظ سيناريو وداخل بتقوله خلاص احنا احسن منتج احنا احسن مش عارف ايه احنا ارخص سعر كرام ده كله لأ انت حاول تدردش مع العميل وتخليه تكلم تسأله اسئلة مفتوحة بحيث ان هو يتكلم والمندوب الشوطر او البيع الشوطر اللي يسمع اكتر ما يتكلم يعني دي له هو يتكلم تمانين في المية من الوقت وانت بس العشرين في المية بتسأله اسئلة علشان تاخد منه معلومات تبدأ تعرف توظف بيها المنتج بتاعك او الخدمة او السيرفز او اي حاجة انت بتبحها ليه عن طريقه ودايما العميل لازم تحسسه ان هو بيكسب منك حتى لو منتجك غالي حتى لو الخدمة اللي بتقدمها غالي لازم تعلي من قمتها علشان العميل يحس بالقيمة اللي هو او بالمبلغ اللي هو هيتفقده ان هو هيكسب منه وحيحلله مشكلة وحيساعده ان هو يكبر تعلموا الحكاية دي ونفذوها